أهلا بكم مشاهدين الكرام آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وردود الفعل عليها نستعرضها لكم الآن في هذا العرض التالي نتواصل هذه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في ظل ضغوطنا أوروبية على موسكو والتي تسعى لرد على العقوبات الدولية الرئيس الروسية بلادميرا بوتين قد أصدر مرسوما يوجد فيه الحكومة بإعداد قائمة الدول والتي تتخذ خطوات ضد روسيا ويجيز هذا المرسوم لشركات روسية سداد ديونها أمام الدائنين من الدول والمدرجة على هذه القائمة بأروبل الروسية يأتي ذلك على خلفية فرض العديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب هذه العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية في المقابل قال الرئيس الأوكراني فلادمير زلنسكي إنه بحث مجددا مع نظيرها الأمريكية جو بايدن هاتفيا من أجل مناقشة الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا يأتي ذلك في وقت يستعد البلدان لمحادثات جديدة يوم الاثنين هذا وقال أيضا مستشار رئيس الأوكراني إنه بدأ يلمس تحولا في الموقف الروسي في ظل سمود أوكرانيا والعقوبات الدولية من جانبه أعرب اليونايد سلاتسكي عضو وفد موسكو إلى المفاوضات مع أوكرانيا عن أمله في أن تكون هذه الجولة المرتقبة مثمرة إلى أكبر حد ممكن هذا ودعت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى الكف عن تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة تفاديا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر هذا وحذرت المتحدثة باسم الخارجية روسيا ماريا زخاروفا من وقوع صواريخ المحمول المضادة للطائرات ومضادات الدبابات في أيدي من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية ورغم رقبة أوكرانيا ونداءاتها المتكررة فقد استبعد رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي فكرة إقامة منطقة حذر طيران في أوكرانيا وخلال هذه الزيارة إلى لادفيا أشار إلى أنه لا يوجد أي مسؤول سياسي كبير من الدول الأعضاء في حلف النيتو قد طالبوا بإقامة منطقة حذر طيران على الأراضي الأوكرانية ومع استمرار عمليات تدفق اللاجئين من أوكرانيا أكد الأمينو العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن التزام الأمم المتحدة بتوسيع عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجي الأوكراني ديمترو أكوليبة ناقش الجانباني شروط إجلاء المدنيين بشكل آمن بما في ذلك إجلاء الأجانب من مناطق القتال من جانبه دعا أمينو عوض منصق الأمم المتحدة لأزمة أوكرانيا إلى وقف فوري للقتال ما بين القوات الروسية والأوكرانية فيما بدأت مساعدات الأمم المتحدة تصل إلى البلاد وخلال زيارته لأوكرانيا لدعم العمليات الإنسانية فقد أكد منصق الأمم المتحدة لأزمة أوكرانيا عن أهمية توفير الإغاثة للملايين المحاصرين أو المتنقلين وكذلك سماح للأشخاص بالوصول إلى بري الأمان وفي هذا السياق أيضا يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الاثنين لبحث هذه الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وأوضحت مصادر دبلوماسية بأن الجلسة جاءت بطلب من الولايات المتحدة وألبانيا مشاهدين الكرام كان هذا عرضا موجزا لأبرز ردود الفعل حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أشكر لكم طيب المتابعة